دلوقتي هنذهب إلى الزملاء حساني بشير وردى عبد الملعم الزميل نتابع موجز الأخبار التاسعة ونرجع نكامل مع حذك حوارنا أستاذ دكتور محمود أحمد زاكي محمد رئيس جامعة طنطة وأيضا المبادرات الرئيسية وبالتحديد في جامعة طنطة ومحافظة الغربية إليك الآن الزملاء إليك حسان صباح خير محمود أهلا بيك وأهلا بسيد المشاهدين هذا هو موجز أخبار التاسعة صباحا من التلفزيون المصري أهلا بكم شدد رئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية مواجهة تدخلات الإقليمية بالمنطقة ودعم العمل العربي المشترك والحفاظ على الأمن القوم العربي وخلل مؤتمر صحفي مع نظريه التونسي قيس سعيد بقصر الاتحادية أعقب جلستي مباحثات ثنائية ثم موسع أكد رئيس السيسي أهمية تعزيز سبل مكافحة الإرهاب وتكفيه ملابع تمويله وحول الأزمة الليبياتي أكد رئيس السيسي الاتفاق مع رئيس قيس سعيد على ضرورة عقل الانتخابات في معدها المقرر بينهاية العام مع وضع حد للتدخلات الخارجية وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة والإرهابين من ليبيا وقد صرح رئيس السيسي أن مباحثاته ورئيس قيس أكدت ضرورة الحفاظ على الحقوق المائية لمصر باعتبارها قضية مصيرية هذا وأكد رئيس التونسي من جانبها عدم القبول بالمساس بالأمن المائي المصري مثمنا جهود مصر المخلصة للتوصل إلى اتفاق عادل وشامل بإشان قواعد ملء وتشغيل سد النهضة وقد أشهد رئيس التونسي بما حققت مصر على صعيد داخلي من إنجازات في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية هذا وقد استقبل رئيس التونسي قيس سعيد بمقار قامتيا دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أشهد مدبولي بما تم الاتفاق عليه خلال المباحثات ما بين رئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس قيس سعيد بشأن ملفات التعاون الثنائي وبإعلان عام 2021-2022 عامل الثقافة المصرية التونسية كما عرب مدبولي عن تقدير الحكومة المصرية لموقف رئيس التونسية دعم لمصر مؤكدا تطلع مصر لعقد اجتماع المقبل للجنة العلية المشتركة وقد عرب رئيس التونسي عن سعادته بزيارة مصر ومشاهدته المباحثات الثنائية مع رئيس السيسي من تشاور وتنسيق وتبادل الفرؤى حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك مؤكدا دعمه لتوطيط العلاقات مع مصر بما يعود بالنفع على شعبي البلدين في تدعيات كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيلة 800 وإصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا مع 43 حالة وفاء وقد ذكرت وزارة الصحة أنه قد تم خروج 600 متعاف من الفيروس من المستشفى بعد تلقيه مراعاة الطبية التلازمة ليتفع المليئ المتعافين من الفيروس إلى 159.054 حالة حتى اليوم أكد البرلمان العربي دعمه وتأيده وتام لمصر والسودان في سياستهما بشأن الحفاظ على أمنهم المائي مشددا أنه ذلك جزء ليتجزء من الأمن القوم العربي جاء هذا في كلمة رئيس البرلمان عادل ابن عبد الرحمن العسومي خلال يفتتاح عمل الجلسة الرابعة من دور الإعقاد الأول للفصل التشريع الثالث للبرلمان العربي كما أكد البرلمان العربي رفض أي تدخل خارجي في شؤون الداخلية للدول العربية مشيرا إلى وجود حملة ممنهجة تعرضت لها الدول العربية حول أوضاع حقوق الإنسان لا تستند إلى أي حقائق أو دلائل موضوعية وتتضمن أكاذيب ومغالطات ذكرت وسهل إعلام الرسمية بالسعودية أن التحالف العربي اعترض وضمر طائرة مسيارة عطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط الواقعة بجنوب المملكة حدد قصر باكينجهام يوم السبت المقبل موعدا لإقامة جنازة الأمير في ليب زوج الأم ملكة الإيزابيث في كنيسة سانت جورج في وينسور في غضون ذلك تلد أصداء طلقات المدفعية البريطانية في أرجاء المملكة تكريما لدوك أدنبر الراحل غدا تعلان الحداد وتنكيس العلام على قصر باكينجهام والمباني الحكومية من المقرر نقل مراسم دفن الأمير في ليب مباشرة إذ سبق أن صرحت كلية الأسلحة البريطانية أن الجنازة لن تكون رسمية وقد تم خفض عدد المعزينة وتعديل المراسم في ضوء إقراءات مكافحة وباء كورونا تستطلع دار الإفتاء المصري مساء اليوم هلال شهر رمضان المعظم معظم لعام 1442 من الهجرة النبوية المشرفة وتقيم دار الإفتاء احتفالا رسميا وشعبيا كبيرا بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك أعضاه الله علينا بالخير واليمن والبركات وكل عام وحضرتكم بألف خير نهاية مجاز الأخبار نعود مرة أخرى إلى تقديم فقرة صباحنا مصري الزميل محمود يوسف إليك محمود مرة أخرى شكرا للزميل حساني بشير